الأول من الدوري للوطني لاحترفي في المركز الثالث بشر الفريق الأحمر استعداداته لمرحلة الإياب بدخوله في معسكر إعدادي بأدر البيض عبد إلى حيدر والمتابعة فايق الودادة البيضاوي اكتفى بخوة تجمع الإعدادي بمواكب محمد بن جلون استعدادا لمحلة إياب تالث نسخ البطولة الوطنية الاحتيافية وسط أجواء يطبعها التاكيز والجدية قررت أخذ باش نبقى هنا في المركب بن جلون كانت تمرنا تقريبا صباح وعشية وكان يعني العامين كيت تمرنا في صباح كنا ناكلوه هنا وكي رتاحونا في الصندر والكل يعني عارف المسؤولية اللي عليه وعارف بأنك تسند الإياب بأنه إياب ما يكون شيء ما يكون شيء سهل لأنه يجب أن نجد له بجميع الإمكانيات لنكون موجودين لابدنيين والدهنيين بجميع النواحي وصولا للتاكيب البشرية لفايق الوداد التقم التقني وخلافا لجل الموسم الماضية اكتفى بعناصه الحالية مع عدم الاستعانة بخدمات لعبنا جدود خلال المكاتو الشتوي موسيقى بدأدو حتى خلال متقني دشاة الأول تبيل لي بأن هذا نفائد اللاعبين اللاعبين اللي عندهم يسمديرهم بالطبق كما قلت ولكن غيبقوا حبيسي الحتياط فعطيناهم فرصة باش يمشوا الناواد أخرى باش يشاركوا في نواد أخرى ويعطونا لنا فرصة باش نقحهم عدة عناصير والشي اللجي الجيد للويداد عناس الشابة صغيرة لكي نتظر الفرصة دي لكي تحمل قميس الولاد فالهدف الأساسي هو إقحام عدة عناصر الشابة ولكن بطبع نلعبه الأدوار الطريعية العناصر الحالية يبقى أملها أكبر في موصلة المنافسة عن لقب البطولة الوطنية الاحتيافية خلال محلة الإياب في ظل احتلال الفائق للمركز الثالث على بعد أربع نقاط عن المتصدى فائق المغيبة التطواني نحن نوجد المقابلات الجائية إن شاء الله ونحاول نستعد للشطر الثاني من البطولة أحسن السعيدات ونتمنى الله وفقنا بشاء الله نكونوا وجدنا أحسن السعيدات ونكونوا موجودين إن شاء الله المقابلات للشطر الثاني إن شاء الله وفي انتظاء استئناف محلة الإياب في ظل الويداذ وإلى حدود الساعة خاد مبات ودية وحيدة أمام فائق سبوتينغ السخور السوداء علاوة على مبات الويدية الثانية أمام فائق الجيش الملكي صور الروبرتاج كانت بكاميرا محمد أعريش بعد إصدال السيطرة على المركات